بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل الدايفران بام. الدايفران بام بحنا اتكلمنا على النوع الميكانيكي. اللي هو الدايفران بيكون اه مرتبط بالبلسفن او البلانجر مربوط فيه بمصمار واللي بنسميها الميكانيكال درايف اه ديفران بام. اه زي ما قلنا ادي البلانجر وادي الدايفران. الاتنين مربوطين في بعض بمصمار اه مباشر. يعني فيه عندنا هنا تلامس ما بينهم الاتنين. طيب كلمة النوع اللي احنا هزينا نتكلم عليه النهاردة هو يعني كلمة يعني اصبح فيها زيت. طب ايه الموضوع? لو قلنا بتاعنا وادي الدايفران الاولاني مربوط فيه زي الحالة اللي فات بتزبط لكن بقى فيه عندنا في النص غرفة فيها زيت. غرفة فيها زيت بنسميه الهايدروليك ايل. وبعدين بقى عندنا اتنين. اه تمام. يبقى البلانجر هيزوق الدايفران الاولاني عن طريق انه مربوط فيه. دايفران الاولاني هيزوق زيت. الزيت هو اللي هيزوق الدايفران التاني الملامس للسائل اللي هتدفعه. يبقى اصلح في منطقة ما فيهاش تلامس خالص. اللي بينقل الحركة منها هو الزيت. ادي بعدها خالص. ادي بتاعها. وادي السائل اللي احنا هندفعه للون الاصفر. في مشوار السحب هيدخل من هنا من بالف السحب. يملى الغرفة. وفي مشوار الطرد هيخرج برضو من نفس الغرفة على بالف الطرد. طب تعالوا نشوف الشكل اللي بعدها على طول. شايفيني الشكل ده كويس? تعالوا. ازاي نقلبها دايفران بام? لو قلنا ادي بتاعنا. زودنا عليه الحتة. ايه الحتة دي? دا الدايفران. طيب ادي البلانجر. هيزوق الزيت الهايدروليك. الزيت الهايدروليك هيزوق دايفران بلورونو اخضر. الدايفران الاخضر ده هيزوق السائل اللي احنا عايزين ندفعه. يبقى ادي السائل اللي عايزين ندفعه. يبقى ادي السحب بتاعنا. وادي الطرد. يبقى بقى في عندنا فاصل ما بين السائل اللي بندفعه. على من اقصر يمين اقصر شمال في سائل بندفعه. بعدين في دايفران. بعدين في زيت هيدروليك. بعدين في البلانجر. شايفين الشكل اللي قدامنا ده? في عندنا البلانجر او البستون اللي هو اللونه اسود. بيزوق زيت. الزيت بيزوق ديفرام اللي هو الاصفر. الاصفر. الاصفر ده بيزوق السائل اللي احنا عايزين ندفعه. يبقى ما بقاش فيه تلامس خالص ما بين ديفرام وما بين البلانجر. ما بين المسوش بعض زي ما احنا شايفين. طيب. اه دي الهيدروليك اويل واده الديفرام. فاكلين الشكل ده? شرحناه بالتفصيل وقلنا ان آآ السيل بتاعه ده البلانجر بامب. طب تعال نشوف البلانجر بامب دي. ادي من بلانجر. ادي منطقة السيل. اللي كانت الاول بتمنع السائل اللي بدفعه الترومبا انه يطلع برة. لأ المرة دي هدمنع زيت. ليه? لان اصبح عندنا اللي هيبقى ملامس ليه هو الزيت. بقى فيه عندنا هنا اهو اللي هو لونه احمر. على شماله السائل اللي هدفعه الترومبا على يمينه فيه زيت هيدروليك. الزيت الهايدروليك ده محتاج خزان. هادي الخزان بيبقى فوق الترومبا. وبعدين في عندنا في بلف بيسحب من الخزان زيت يدخله ورا الدايفرام ودايم البلانجر في المنطقة المحصورة ما بين الدايفرام والبلانجر وبنسميه ده او بلف التعبية بيعاب بزيت. وبعدين في بلف تاني لو الضغط زيت في الحتة دي بيبدأ عشان الدايفرام ما يتقطعش يفرغ الضغطة من المنطقة اللي ما بين الدايفرام وبين البلانجر فبنسميه الفنت بيطلع الضغط وبيطلع كمان الهواء. تمام كده? وده لما اجا غير الزيت. آآ عمر الباكنج هنا هيبقى اطول او السيل بتاع البلانجر لانه بيشوف زيت. تمام? تعال نشوف الشكل ده. خايفين المجسم ده? خايفين المجسم ده كويس? تعال نبقى نشوف. بصوا كده. قادي عندنا الترمبر الترددية عادية خالص وفي بيستن. البيستن بيزق اللون اللي هو المنطقة الفراغ اللي قدامها اللي هي اللبن ايه? الله. طب ايه اللي بيحرك ده يفرام قدام عشان يسحب ويطرد? آآ ده الزيت. ده لكن ما فيش تلامس ما بينهم? لا ما فيش تلامس خالص. تعال نشوف كده. لو احنا عندنا هده بيستن اهو. تمام? وعليه السيل بتاعه طبعا. قدامه غرفة نحز اللون بيطلع فوق مع الزيت. الغرفة البي ده فيها زيت مضغوط. لما البيستن بيضغطه بيبدأ يزق الديفرام فبيبدأ يحركه. تمام? الديفرام بتاعنا اللي هو اللون الاسود. وبعدين قادي السائل اللي هتدفع الطرنبة. طعيب. تعال نشوف كمان ايه? ده آآ عشان يرجع في مشوار السحب. وده زي ما قلنا. الغرفة اللي فيها المنطقة اللبني ده اللي هو الزيت المضغوط. لو الضغط الزيت فيها قوي. الخاف الديفرام ده يتقطع. فيبدأ يطلع يفتح يرجع على الخزان. وبعدين بعد كده الغرفة اللي هو اللبني الفاتح قوي ده. ده الزيت اللي مش مضغوط. ده الزيت اللي احنا عينينه نسحب منه. نفس الوضع تاني لكن في المجسم. ادي تنك الزيت اهو. وادي في مشوار السحب هيبدأ الزيت يدخل من الغرفة دي السهم اللي احنا شايفينه ده. يدخل يملى الغرفة. ده يملى هنا. وبعدين ده في مشوار السحب. في مشوار الطرد. يبدأ الضغط يزيد هنا. لو الضغط زاد انه يقبع الديفرام بيبدأ اللي فوق ده يرجع على تانك الزيت تاني. عشان يحمل الديفرام انه ما يتقطعش. ده فأنا كده? طيب ايه ده? احنا في الحالة اللي قدامنا دي عندنا اتنين دايفرام. مش دايفرام واحد. طيب الاتنين دايفرام دول ما بينهم فراغ. في ما بينهم هوا. لازم افراغوا. عشان كأنهم يصبح دايفرام واحد فبقى عندي هنا الخط الاحمر ده. بلف بفرغ منه الهوا اللي ما بين الاتنين دايفرام. تعالوا نشوف بقى تكبير للنقطة اللي كنا شفناها من شوية. اهو. شايفين دايفرام? مش ملامس اي حاجة خالص في الظهر. ما بينه وما بين البستون. زيت هيدروليك بس. دايرة هيدروليك هي اللي بتنقل الحرار. ده الدايفرام وده البستون. تعالوا نشوف تاني. قادي الريفيلينج فالف اهو. قادي البيستون اللي لونه اخضر. وقادي الريفيلينج فالف هيسحب بالتانك الزيت. يبتدي. وقادي السفت فالف اللي قلنا عليه. تعالوا نشوفها بقى تمام? هنبص كده. قادي فيه ورا كاما بتعمل حركة ترددية. بتزوء البيستون. البيستون بيضعي حركة دايفرام اللي لونه اصفر قدامناه مشوار صاحبه طرد. تمام? يبقى دي كده قادي الدايفرام بتاع. طب ايه اللي فوق? ايه العلبة اللي فوق اللي فيها سوستر بتتحرك دي? ده الريفيل والسفت فالف. اللي هما دول بيشتغلوا على الزيت. يسحبوا زيت ويرجعوا زيت على الخزان اللي كنا لسه شرحينه من شوية. تعالوا نشوف تاني. هنا ده لكن مش دايفرام واحد اكتر من واحد اللي هما في الحالة اللي قدامنا دي تلاتة. واحد في الوش واتنين في الاجناب. اللي هما لونهم اسود. بيتحركهم. طب ايه اللي بيحرك الدايفرام ده? ده ما فيش علاقة ما بينهم وبين البستون خالص. اه اللي احنا شايفين الفراغ ده ده عبارة على زيت هايدروليك. الزيت بيفضل البستون يزوقه فهو يزوق الدايفرام في مشوار الساحب ومشوار الطرد. نشوف صورة تانية بالجنب. الدايفرام هو اللي لونه اسود ده. والبستون وراه وما بينهم زيت. وقدامه من ناحية اليمين الساحب والطرد للسائل اللي الترومبا دي بتدفعه. يبقى الدايفرام بامب الهايدروليك اه دريفن هي بستون بامب او بلانجر بامب. اه معاها دايفرام لكن ما مش مربوط في البستون او البلانجر اه انما ما بينهم زيت هايدروليك. تمام كده? شكر جدا لحضر.